أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة وخلال اجتماع الحكومة أوضح مدبولي أنه من المقرر تسلم 5 مليارات دولار أخرى الجمعة غدا مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستحصل خلال شهرين على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة هذا بخلاف نسبة 35% التي ستحصل عليها الدولة من صاف أرباح المشروع شكرا